اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حساب المائة اتكلمنا وقلنا ان مسائل تطبيقات على حساب المائة بتنقسم الى 4 اقسام القسم الاول بيتكلم فيه عن البنوك والاداع والفايدة اللي بتيجي من البنوك ده النوع الاول النوع التاني كان عبارة عن تخفيضات كان قبل التخفيض وبعد التخفيض او خصم وبعد الخصم النوع التالت كان عن مشروع وحصل فيه ربح وحصل فيه مكسب اما النوع التال الرابع فكان برضو مشروع وحصل فيه ايه خصار وقلت لكم عشان المسائل تكون سهلة وميسرة هناخد الحصة التانية النهاردة باذن الله على تطبيقات على حساب المائة عايز اقول لكم ان احنا هنبدأ دلوقتي مسائلنا على تطبيقات على حساب المائة بسم الله الرحمن الرحيم عندي المثال الاول اوضع ايمن مبلغ الفين جنيه في احد البنوك وكانت نسبة الفائدة عشرة ونص عشرة ونص في المية احسب جملة ما يحصل عليه ايمن بعد سنة من الاداء لو ركزنا شوية في معاني الكلمات هنا كلمة ايه؟ كلمة اوضع وهنا المبلغ تمام واحد البنوك وفيه نسبة فائدة وعايز يحصل على الجملة فاحنا هنا في الحل بتاعنا لما نيجي نتكلم هنكلم في خلال تلات سطور عما اجي حل مسائل تطبيقات على حساب المائة هتكلم فيه تلات سطور هروح اكتب اللي هي المبلغ الى الفائدة الى جملة المبلغ ده السطر الاول السطر التاني عبارة عن نسب يعني ايه نسب؟ يعني انت عندك دلوقتي كل ميت جنيه كل ميت جنيه يجي لك مثلا هنعمل عليه فايدة بعشرة ونص في الايه؟ في المية او كل ميت جنيه هناخد منه وسلا نسبة فايدة بعشر يبقى معناها ان انا كده بقى كام بقى مية وعشرة ده الايه؟ المكسب بتاعي طيب لو انا عندي ميت جنيه وهخصب منها مثلا عشرين جنيه عشرين في المية يبقى انا خصبت منها عشرين جنيه يبقى انا عندي الباقي كام يبقى الباقي كم في المية يبقى تمانين في المية يبقى انا كل مية جنيه او حصلها خصم او حصلها زيادة او حصلها فايدة بخصم منها او ازود عليها عشان اجيب الفايدة او الخصار تمام كده يا ولاد يبقى انا السطر التاني بعبارة عن النسب النسب يعني كل مية جنيه اهو كل مية المية تحطت ايه عليها فايدة كام عليها فايدة عشرة ونص يعني ايه يا ميس يعني معناها انها زادت فايدة يعني زيادة يبقى بالتالي تصبح في المية? تصبح مية وعشرة ونص. تصبح مية وايه? عشرة ونص. بجمعها. بجمع المية مع العشرة ونص ديك مية وعشرة ونص. طيب. السطر التالت هنعمل ايه فيها مست? تعالوا بقى نتجم الارقام اللي موجودة فوق. اوضع ايمان مبلغ. يبقى هو لسه هيشيله في البنك. هروح نحط الالفين دول تحت كلمة الايه? المبلغ. حطت الالفين تحت المبلغ. والمجول احسب جملة ما يحصل عليه ايمان بعد سنة من الايداع. عفوا. فهنا روحت حطت سين فين? حطت سين تحت جملة المبلغ. تاني. يبقى المسائل بتاعتنا بتاعت تطبيقات على حساب المئة اول ما لاقي بنوك وايداع. اعرف ان انا هكتب كلمة المبلغ الى الفائدة الى جملة المبلغ. ده السطر الاول. السطر التاني وهي حساب النسبة المئوية على الفلوس اللي حاطتها. انا قلت وبقول لغت ان دايما بيكون كل ميت جنيه يبقى هنعمل عليها فايدة عشرة ونص. معناها طبعا ده جملة. يبقى هجمعهم يبقى مية عشرة ونص. المبلغ كام? السطر التالت. احط المبلغ تحت المبلغ. واحط السين المجهول الخاص اللي هي احسب جملة. احط السين تحت جملة المبلغ. وابتدي احط المقص بتاعي زي ما تعودنا في مسائل النسبة والتناسق. يلا بينا نشوف المقصة هنزل ازاي? يبقى انا دهوقتي عايز احسب جملة المبلغ. يبقى السين هي المجهولة تحت كلمة جملة المبلغ. قد المقصة نزل. هروح اقول السين وهي جملة المبلغ. طبعا هروح اقول الفين في مية وعشرة ونص على مية. تقسيم المائة اللي هي انضربت في السين. اهو. تمام كده? بالقلل حزبة بتاعتك وتشتغل الفين في مية وعشرة ونص على مية. هيطلع لي كم جنيه? الفلوس بقى اللي هتطلع لي بعد سنة? هتطلع لي الفين متين وعشرة جنيه. جنيه. يبقى هنا ايما لما حط فلوس في في البنك حطى الفين جنيه. وكانت نسبة الفايدة عشرة ونص في المية. عرفت ان هو كده الفلوس بتاعته بعد سنة? بعد سنة هتزيد. عايز هو بقى جملة المبلغ. عرفتكم طريقة الحل. عبارة عن ثلاث سطور. لغة عربية الاول بنحط الكلمات الخاصة بالمسألة في السطر الاول. السطر التاني بحط الفايدة اللي جاية او النسبة اللي جاية. نسب بتكون نسب. والسطر التالي تبتدي احط المبالغ اللي اوضعناها او اللي حصلنا عليها بعد انتهاء السنة. وحصلنا على الفين متين وعشرة جنيه. كده ده السؤال الاول كان على ايداع وبنوك وفائدة. تمام كده يا ولاد? ندخل على المسال التاني. المسال التاني بيقولي بقى اشترت هبة غسالة ملابس بمبلغ الفين وسبعمائة جنيه. يبقى هي هبة لما راح تشتريت اشتريت ايه? غسالة. المبلغ اللي اشتريت بيه الفين وسبعمائة جنيه. كان عليها خصمة. كان عليها ايه? خصمة. عشرة في المية. احسب السعر الاصلي للغسالة قبل الخصمة. هنا عطاني مفتاح للحل. مسعبير قالت لنا ان كلمة الخصمة دي بنلايها من نوع التاني من تطبيقات على حساب المية. يبقى ازا هكتب السعر قبل الخصمة. وكتب قيمة الخصمة الى ما بعد الخصمة. اهي? السطر الاول طبعا كلها بنفكر وبنحاول نكتب السطر الاولاني اللي هي الكلمات الدالة عالمسألة. اهي. الثمن قبل الخصص قيمة الخصمة الى الثمن بعد الخصمة. طبعا خطوات دي لما بتعمل التخطيط بتعك صح? المسألة هتطلع صح. ان شاء الله. ده السطر الاول. طب السطر التانية مسي هنعمل ايه? اه مسي عدو فهمتنا? ان كل ميت جنيه هنخصم عليها عشرة في المية. اهي نخصم منها عشرة في المية. مش هنزود. لا ده احنا هنخصم. فمعناها اكتب السمن بعد قبل الخصم. هكتب كام? هكتب مية. اهو هكتب مية. وبعدين هكتب مية. وهكتب الى. الناحية التانية اكتب قيمة الخصم كامل. هتخصم كام بتاع الشركة بتاعة الادوات الكهربائية دي بتاعة الغسالة هتخصم عشر. يبقى كل مية جنيه هخصم منها عشر. يبقى ازا الناتج هيطلع لي كام بعد الخصم في النسبة بتاعتي? تسعين? تسعين جنيه تقريبا. طيب حلو. السطر التالت هتحط ايه مس? تعال نشوف. اشترت هبة غسالة ملابس بمبلغ الفين وسبعمائة جنيه. كان عليها الخصم عشرة في المية. احسب السعر الاصلي. ما هو السعر الاصلي? اللي هو كان قبل الخصم. يبقى السينة تتحطين. يبقى ازا هي اشترتها بكام? بالفين وسبعمائة. بالفين وكم وسبعمائة. ازا كده انا عملت التخطيط بتاعي بتاع المسألة. وابتدي احط الايه? ابتدي احط المقصة بتاعي. بين مية في الفين وسبعمائة على التسعين. تمام كده يا ولاد? ده تخطيط. طب تعالوا نشوفها دلوقتي مرة تانية. تعالوا نشوف المرة التانية هنعمل ايه? هنزلها لكم بقى بالجهاز. ونشوف الحل فعلا وبخط احسن من كده. تعالوا نشوف. اهو. يبقى مية فعلا كل مية جنيه. هاخصم منه عشرة. ازا لما اخصم يبقى اعمل عملية طرح في النساء فتصبح هنا كان تسعين. تمام كده? ننزل تحتها. هحط الرقم من الفين وسبعمائة ده فين يا ميس? هحطه في السمن بعد الخاصمة خلاص اشتريتها. وبعدين هو عايز السعر الاصلي. ما هو السعر الاصلي اللي هو قبل الخاصة? هنعمل عملية الماص طرفين فرصتين. يبقى السمن قبل الخاص? السين اللي هي السمن او سعر الغسالة قبل الخاص? هنعمل ايه? يبقى مية. في الفين وسبعمائة على تسعين. تمام يا ولاد? ها? اهو. بالقلل حزبة بتاعتك واشتغلت. شوف هتطلع كام? هتطلع سعر الغسالة قبل الخاص? اهو. يطلع بتلات تلاف جنيه. يطلع بتلات تلاف ايه? جنيه. احنا لو ماشينا صفر مع صفر كده. وعشرة. آآ سعر هنا يبقى عشرة في الفين وسبعمائة. لا دي هتطلع. بي آآ دي تسعين. معلش? دي تسعين كده. تمام? السفرة يروح مع السفر. تسعة التسعة فيها الواحد. تمام? تمام. وهنا سعر وعشرين على التسعة فيها التلاتة. تمام? وهينزل هنا ايه? صفرين. وعندي صفر هنا جنب العشرة. لما اضرب عشرة في تلتمية تطلع بكام? بتلات تلاف جنيه. ها? تاني نقول تاني. يبقى انا هنا الثمن قبل الخاص مكان مية. يبقى انا هضرب مية او المقص بتاعي مية. سبعة وعشرين بالفين وسبعمائة. كتبتهم فوق على تحت هكتب تسعين. تحت هكتب كام? تسعين. كتبت تسعين تحت. يبقى انا هطلع النتيجة بتحت كام? صفر مع صف راحوا. وتسعة تسعة في هالواحد. الفين وسبعمائة على التسعة. على التسعة تطلع بكام? بتلتمية. يبقى عشرة في تلتمية بتلات تلاف جنيه. بدا كان سعرها ايه? قبل الخاص. تمام? شطرين. احسنتم. عافية على ولادي. يلا بينا ننتقل الى المسال الاخر. تعالوا بقى نفكر مع بعضينا في المسألة اللي جاي. في احد المحلات التجارية كانت نسبة الخصم على المبيعات خمستاشر في المية. فاذا اشترت هدى بلوزة مكتوب عليها مية وعشرين جنيه. وفستانا مكتوبا عليه تلتمية وخمسين جنيها. فاوجد مقدار ما تدفع هدى بعض الخاص. اه مسألة فيها خاصة. يبقى دي من النوع الكائل ايه? النوع التاني يا ميس. نفس المسألة اللي فات. نفس اللي مسألة اللي فات. بس نزود عليها ان هدى اشترت حكتين. اشترت بلوزة واشترت ها فستان. اقول له طيب تعالى بقى الاول افهمك يعني ايه مية وعشرين ويعني ايه تلتمية وخمسين. مفروض دول مع بعض ينجمع مع بعض. عشان اعرف هي اشترت بكام. يعني نشوف. يعني انا هنا عندي المية وعشرين هجمعها. المية وعشرين هجمعها مع التلتمية ها وخمسين. اهي. بتساوي صفر مع صفر صفر اتنين وخمسة سبعة واحد وتلاتة اربعمية وسبعين. انا عملت ايه الخطوة دي? اه جمعت اللي جابتهم هدى. جابت بلوزة وجابت فستان. تمام كده? كده انا جبت اللي هي ايه? اشترت بهم مين هدى. بس اقوة بيقولك انك هنعليهم ايه? خصم. يبقى انا هكتب السمن قبل الخصم وقيمة الخصم الى ما بعد الخصم. اهو. تمام كده? حلو او. اه روح امسح لك بس هنا عشان تشوف اللي ايه? الكلام اللي انا كده بس اخلي بالك انا جامعة او مئة وعشرين زائد تلتمية وخمسين فبالتال العلي اربعمية وسبعين. انا عملت دي الخطوة وممكن اعملها داخل ايه? المسألة. انا كده كتبت الخطوة الاولى السطر الاولاني اللي مسعبير بتعلمنا فيه بتقول لي المسألة بتاع التطبيقات على حساب المئة بتتحل على تلات سطور. ادي السطر الاول. السطر التانية ايوة شاطر سمعاك. بتقول لي كل مية جنيه عليها خصم كام? عليها خمستاشر. يلا بينا اهي. كل مية عليها خمستاشر خاصة. يبقى عملت عملية خصمي عملية طرح. مية ناقص خمستاشر تطلع بكام? بخمسة وتمانين. وده السطر التاني بتاع النسب. حلو اوي. السطر التالت يا مسأ هنكتب فين بقى? فهمينا. اه بلوزة مكتوب عليها مئة وعشرين. وفستان تلتمية وخمسين. يبقى هي دلوقتي ايه? بقى كام? اربعمية وسبعين زي ما احنا قلناهم من شوي. حلو اوي. الاربعمية وسبعين دي اكتبها فين? خلي بالك. هدى بيقول لك اوجد مقدار ما تدفعه هدى بعد الخصم. يبقى ازا السطرين فين? فعلا شطرين بتقولوا تحت السمن بعد الخصم في حتة دي. يبقى ازا الاربعمية وسبعين تتحط فين? تتحط في البداية قبل الخصم. اهو. بصدوا. اهو. يبقى اربعمية وسبعين اتحطت في السطر التالت تحت السمن قبل الخصم والسطين اتحطت تحت السمن بعده الخصم. وده السطر الايه? التالت. كده احنا عملنا كم سطر? عملنا التلاتة. يلا بقى انزلي بالمقاص وعمللي طرفين في وسطين. انا جبت الاربعمائة وسبعين منين عشان الناس اللي لسه دخلت دلوقتي الحصة اه الاربعمائة وسبعين مسعابير جامعة المية وعشرين للبلوزة مع الفستان تلتمية وخمسين. هننزل المقاص وهنقول الثمن قبل الخصم يساوي. او ما تدفعه هدى ما تدفعه هدى بعد الخص. ما تدفعه هدى بعد الايه? بعد الخص. تعالوا بقى نشوف. اهو يبقى البعمائة وسبعين في خمسة وتمانين على مية. تمام كده? يلا بينا على اللا الحزبة ونشتغل بالالة الحزبة. هنضرب البعمائة وسبعين في خمسة وتمانين على مية. هيطلع لي اولاد تلتمية تسع وتسعين ونص جنيه. ها كده تمام? المسألة دي ايه اللي زيت فيها? ايه ما اشتري حاجة واحدة بهدى راحت اشتريت كم حاجة? اشتريت حاجتين. فروحت جامعة الفلوس اللي هي هتدفعها مية وعشرين مع التلتمية وخمسين. وبعدين حصل نسبة الخصم على الايه? على المبيعات كلها. بكام? نسبة الخصم كلها عليها بكام? بخمستاشر في المية. فروحت جامعة له من المية وعشرين والتلتمية وخمسين. وقلت انه اربعمية وسبعين. وعرفت ان كل حاجات اللي اشتريتها هدى. حصل عليها خصم عن مبيعات بكام? بخمستاشر. طرحت هالك مية نقص خمستاشر طلعت خمسة وتمانين. وحطيت الاربعمية وسبعين وهي السمن او استعر قبل الخصم. والسمن بعد الخصم جبته بالسين اللي هي اللي هدى هتدفعه في الاخر وهي طلعة من المحل. طلعت كام هتدفع بالزبط? طلعت تلتمية تسعة وتسعين ونص جنيه. ها? كده تمام? متهيلي كده مساء الخصم بقت مهضومة وحلوة جدا زي مساء البنوك والاداع والفايدة. يلا بينا ندخل على المسألة تانية? شاطرين يا حبيب. يلا بينا ندخل على المسألة اللي بعد كده. المسألة اللي بعد كده بتقول ايه? اشترى خالد شقة بمبلغ مية وخمسين الف جنيه وبعد ان باعها وجد ان نسبة خصاراته فيها كانت خمسة في المية. احسب ثمم بيع الشقة. وخالد اشترى ايه? شقة. اشترى بكام? بمية وخمسين الف جنيه. اهو. ده الشراء. اهو. المسألة بتاعة الخصارة بقى او المكسب. فيها شراء. فدي النوع الايه? النوع الرابع. اللي فيها الخصارة دي النوع الرابع. خلي بالك ده اشترى بمية وخمسين الف. طاب وبعدين. طاب وبعدين. نعمل ايه? راح اقال لك باعها وجد انا نسبة خصاراته فيها. ده خسر فيها بقى ما اكسبش. خمسة في المية. احسب سمن بيع الشقة. السطر الاول هنكتب سمن الشراء. الى الخصارة ما حصل خصار. الى سمن البيع. تمام كده? سمن الشراء. ده السطر الاول اللازم ناخد بالنا منه عشان كلمة خصارة. يبقى اول كلمة كلمة اشترى راح نزله كلمة سمن الشراء. اهو. الى الخصارة. الى طبعا سمن البيع تتحط رقم تلاتة في النسب بتاعتنا. اول حاجة هو بيقول لك هنا خسر قديل. خسر خمسة في المية. اه. يعني انا برضو هقوله ان كل ميت جنيه هيحصلوا فيها خصارة بكام? بخمسة. تمام? حلوة اول. عايزيني القيمة بقى. يبقى احنا هنا خسرنا. يبقى هنطرح. يبقى المية ناقص الخمسة تدي كام? تدي خمسة وتسعين. وده السطر التاني خلصت منه. يبقى انا ترجمة المسألة في السطر الاول للكلمات الاسسية. وبعدين حطيت النسب وحققتها في السطر التاني. السطر التالت. عندي كلمة شراء. اشترى خالد شقة بمبلغ. يبقى تحت كلمة شراء احط المية وخمسين الف جنيه. وهو عايز سمن البيع. هحط تحتيها السين. اهو. يبقى سمن الشراء مية وخمسين الف جنيه. وهحط تحت سمن البيع. انا حطها لكم هنا صاد او سين او عين. زي ما تيجي قدامكم. مفيش مشكلة في الحرف. في المهم نحط حرفة اب جدي وخلاص. انزل بالمصر. يبقى كده السطر التالت. خلاص كده. يبقى مسائل خصالة ان احنا نهيناها الحصة اللي فاتت. كانت هي كت اخر مسألة في الحصة اللي فات. النهاردة جت في الاول هي. كواس انها جت. عشان نتقن المفاهيم الاسسية في المسألة. هنكتب اول سطر سمن الشراء الى الخصارة الى السمن البيع. السطر التاني النسب انه كل مية جنيه هخسر منه. اه خمسة جنيه. يبقى ايزا تطلع هنطرح يبقى تطلع خمسة وتسعين. ثمن الشراء احط المية وخمسين الف تحتها. هو عايز ثمن البيع يبقى احط صاد او احط الصين الحرف اللي نسبك. ونعمل المقص بتاعه. طب يلا يا مس. احنا عايزين دلوقتي نجيب ثمن بيع الشقة. يبقى انا هحط هنا اللي هي الصاد. الصاد اللي هي ثمن بيع الشقة. اه هحط المية وخمسين الف جنيه تنضرب في الخمسة وتسعين. على مية. ممتازة. شطرة. نسى معاكي. احسنتي. اه طلها لي بقى على القلة الحزبة يا شطورة. طلعتها العسل بتاعنا. وراحت طلعتها وقالت لي كام? مية تنين واربعين الف وخمسمية. اه شوفوا كان جايبها بكام يا ولاد فوق? اه بمية وخمسين الف. بقىها بكام? بمية تنين واربعين الف وخمسمية. اه خسر فيها. خسر فيها من تمام بعف. خسر فيها كتير. فكده خالد حصلت له ايه? الخسار. عرفتوا بقى مسائل الشراء والخسارة والبيع بتحصل ازاي? سهلة. مفاش مشكلة. تمام يا ولاد. عفيا على ولادي. ممتازين. يلا بينا ندخل للمسألة اللي بعد كده. مسألة اللي بعد كده بيقول لك اشترى سعيد. اشترى سعيد سيارة بمبلغ اربعين الف جنيه. وبعها بنسبة اشترى سعيد سيارة بمبلغ اربعين الف جنيه. وبعها بنسبة مكسب خمسة في المية. فاوجد ثمم بيع السيارة. اه. هنعمل ايه يا مس? تعالوا نفتكر كده. ده نوع النوع. ده النوع اللي من هو رقم تلاتة. احنا قلنا بنوع في المرة الاولانية في الحالة الاولى. التانية كان فيها تخفيض وخصمة. التالتة فيها شراء ومكسب. الربعة شراء وخسارة. دلوقتي ده النوع التالت. اشترى سعيد سيارة بمبلغ اربعين الف جنيه. اشترى. باعها بنسبة مكسب. اه كسب. يعني هنجمع هنا يا مس. برافو. شاطر. اوجد ثمن بيع السيارة. حلوة اول. يلا بينا ننزل بالمفاهيم الاساسية. السطر الاول سمعيكم. برافو عليكم. بتقولوا لي شراء الى مكسب الى بيع ممتازين. ثمن الشراء الى المكسب الى ثمن البيع. ممتازين. ده السطر الاول. هاخد على درج السطر التاني. وهي عبارة عن النسب. كل مية جنيه. هنكسب فيها خمسة جنيه. ماشي. كل مية هكسب فيها خمسة. اذا. يبقى انا هجمع. بدل المية. هتبقى مية. والخمسة تبقى مية وخمسة. يبقى ده السطر التاني. اترافو عليكم. تاني. يبقى احنا عندنا المسألة فيها الشراء والمكسب والبيع. حقناها السطر الاول ايه? الفاظ الاساسية بتاعتنا نزلت الشراء والمكسب الى البيع. التاني قلنا فيه النسب. ان كل مية هيزيد عليها مكسب لانه كسب. لازم يكسب يبقى هنزود يبقى مية وخمسة. يبقى مية الى خمسة يبقى مية وخمسة. طب السطر التالت اه هو اشتراها بكام? اشتراها باربعين الف جنيه. تحت كلمة شراء يا شاطر حط اربعين الف جنيه. وتحت البيع يا شطور احط ايه? سين او صار. يلا بينا كده? ممتازين. هننزل بعملية المقص. يلا اهو. ادي المقص نزل. هعمل ايه? انا عايزة ثمن البيع. ثمن البيع. اروح هقول له اهو. ثمن البيع بتاع السيارة. هيطلع بكام? ايوة. اربعين الف هاضغبها في كام? في مية وخمسة. تقسيم المية. اهو. نزلي تاني. يبقى المية وخمسة في الاربعين الف على مية. بالقالة الحزبة. وهيطلع معاك النتيجة ان ثمن البيع بيساوي اتنين واربعين الف جنيه. اتنين واربعين الف ايه? جنيه. تعالوا نقولها تاني كده ونفهمها? اه. سعيد اشتراها السيارة بكام? باربعين الف جنيه. خلي بالك. لما باعها باعها بكام? باعها باتنين واربعين الف جنيه. هل هو كسب ولا خسر? لا كسب كده خلاص. يبقى اذا كده حققت المسألة بطريقة صحيحة. ما تنساش ان خطرات الحل عبارة عن تلت سطور. انت عندك كلمة شراء ومكسب وبيع اساسية. يبقى ثمن الشراء الى المكسب الى ثمن البيع. سطر التاني بتاع النسب ان كل مية جنيه هكسب فيه خمسة جنيه. يبقى المية هي? الى المكسب خمسة? يبقى هضيفها يبقى معناها مية وخمسة. طيب تحت سمن الشراء حط سعر السيارة اللي اشتغها سعيد. حط كم? حط اربعين الف جنيه. اشتغها بربعين الف جنيه. هو بقى دلوقتي باعها ولما باعها كسب فيها. فكسب كم? يعني هو لما باعها باعها بكام بقى آه. رحنا عملنا المقص. وطلعنا سمن بيع السيارة بعد المكسب ضربنا المية وخمسة في الاربعين الف. اسبناهم على مياه طلعوا باتنين واربعين الف جنيه. فعلا سعيد كسب فين? في بيع السيارة طلع ثمن بيع السيارة اكبر من ثمن شراء تمام كده حبيبي برفع عليكم يلا بينا ندخل على المسألة اللي بعد كده المسألة اللي بعد كده بتقول اشترى الدعاء خلطة كهربائيا من احدى المحلات من احد المحلات التي تعطي خصما عشرة في المية خلي بالك من كلمة خصما من ثمنه الاصلي فاذا كان ثمن الخلط مكتوبا عليه مية وتمانين جنيا فحسب مجدار ما تدفعه دعاء بعد الخصم اه يا ميس ده المسألة الخاصمة ده ما شاطر فيها ورونا بقى يا حبيبي الحل هنحلها ازاي تعالوا نقولها تاني اشترى الدعاء خلطة كهربائيا من احد المحلات التي تعطي خصما يبقى اول سطر يا ميس هنكتب السعر قبل الخصم ها وفي النص قيمة الخصم الى بعدها السعر بعد ايه بعد الخصم اهو السعر قبل الخصم قيمة الخصم الى السعر بعد الخصم وكلها نسب جنب بعضها ده السطر الاولين تمام رحنا قلنا في كلمة خصم مكتوبة فوق اهيه يبقى معناها يا ميس ان كل مية كل مية اشتري بيها هيخصم لي كم منها هيخصم لي عشرة دي قيمة الخصم ما معنى خصم معناها انا هطلح يبقى مية ناقص العشرة تديك كم تديك تسعين جنيه يبقى هنا السعر قبل الخصم مية قيمة الخصم عشرة انا خصمت عشرة من فلوس يبقى السعر بعد الخصم تطلع بكام بتسعين وده السطر التاني الخاص باللي ايه يا شطار النسم هي دعاء اشتريت ولا ها لسه تشتري ما هو بيقولك ازا كان سمن خلاط كان مكتوب عليك كام مية وتمانين احسب مقدار ما تدفعه دعاء بعده كلمة بعده يبقى حط السين فين رفع عليكم هنا السين هتتحط هنا بعد تحت السعر بعد الخصم يبقى السعر قبل الخصم كان كام على اللافتة او في المعرض اه كان بمية وتمانين جنيه ها عرفتم السطر التالت هنكتب في ايه يبقى السعر قبل الخصم الى قيمة الخصم الى السعر بعد الخصم السطر التاني ان كل مية هنخصم منها عشرة يديك تسعين دي بقى طرحنا طيب والتالت احط الارقام المكتوبة في المكان المناسب هي كان الخلاط مكتوبة عليه مية وتمانين ادي اللي ده اللي مكتوب في المعرض مية وتمانين طيب هو عايز بقى السعر بعد الخصم احط تحت السين وارح هنزله بالمقص يبقى السعر كده اللي انا هجيبه ايه هجيب السعر بعد الخصم يعني دعاء لما راح تشتري الخلاط اشتريته بكام بعد ما خصم منه هروح اقول له ما تدفعه دعاء بعد الخصم او السعر بعد الخصم هقول له مية وتمانين في كام يا شطار مية وتمانين في تسعين مية وتمانين في كام في تسعين على كام يا شطار على مية برافو عليكم هروح بقى نحلها بالقلن حازبة ممكن اروح اقول صفر مع صفر كده واقول الصفر التاني مع الصفر ده وندرب التمنتاشر في التسعة تصبح النتيجة بمية اتنين وستين جنيه يبقى هنا فعلا حصل للجهاز خصمة الجهاز اللي هو الخلاط فعلا بقى هروح تدفع كام بقى جابت الخلاط بكم جابت الخلاط بمية اتنين وستين ايه جنيه عافية على ولادي شطرين ممتازين يلا بينا ندخل على المسألة اللي بعد كده المسألة اللي بعد كده اشترى تاجر شحنة فاكهة دخلنا بقى في التجارة وكده تعالوا نشوفها هيبقى فيها ايه شحنة فاكهة بالجملة بمبلغ اربع تلاف جنيه وبعد يعني اشتراها وجد جزءا تالفا منها لسوق التخزين فباع الباقي بمبلغ تلات تلاف تونمية جنيه احسب النسبة المقاوية للخسار اه هنا بقى مش هنجيب في الروس من تحت ده احنا هنا هنحسب النسبة المقاوية اللي في السطر الايه في السطر التاني يبقى كل اللي احنا حلناه من شوية كان كله تحت في اللي هو قبلة وبعدة السطر ده بقى اللي مطلوب مني احسب النسبة المقاوية ما هكتبش جنيه في الاخر هنا هنا اكتب علامة في المي بس ده موجود في اي سطر يا ميس ده موجود في السطر التاني في الحل بتاعنا تعالوا بقى نفهم الكلمات اللي هنكتبها دلوقتي اول ما اكتب الاقي كلمة اشتراها انزل كلمة ايه في البداية في الحل اكتب سمن الشراء حلوة طيب هل هو خسر ولا كسب لا ده خسر يا ميس ده الفاكهة اللي جات واجبها كانت تالفة كانت ايه فزة اه هنحط ايه الخصار اهو يبقى احنا بنفكر مع بعضينا عشان الكلمات اللي احنا عايزين نحطها اهو سمن الشراء ايه لا طبعا هو عشان الفاكهة بازت منه تالفة فبالتالي هكتب خسارة رحكة بعد كده هو بيقول لك بعديها احنا طبعا باع كلمة باع يبقى سمن البيع ده السطر الاولين حلوة اولا السطر التاني برضو بنقول عبارة عن نسب ان كل مية كل مية جنيه ها عايزين نخسر منها نخسر منها كاما هو بيسن عليه اهو احسب النسبة المقوية الخسارة ما انا مش عارفها يمسي بقى تحت كلمة الخسارة احط علامة سين احط حرف السين يلا اهو يبقى انا يعني الفلوس كلها او الحاجة اللي هتجر فيها كانت بمية جنيه انا مش عارف انا هخسر فيها قدية هو راجل دلوقتي مش عارف هو اخسر قدية فبالتالي بتحسب قيمة الايه قيمة الخسارة النسبة بتاعتها حلوة تعالوا بقى نشوف الفلوس هنحطها فيه هو اشترها بكام بربح تلاف لما حاجة بازت منه راح باعها بكام بتلات تلاف تمنمية يبقى الاربح تلاف دي شراء اما التلات تلاف تمنمية دي ايه هي سمن البيع نركز يبقى حصل هنا خسارة صح يبقى هنطرح الاربح تلاف هنطرح منها تلات تلاف وايه وتمنمية يعني الاربح تلاف هطرح منها تلات تلاف وتمنمية تمام كده ليه عشان هنا هنحسب قيمة الخسارة عشان اقدر اجيب لها الايه اجيب لها النسبة بتاعتها. لما اطرحت يبقى هنا صفر 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 هنا الصفر ثمانية ما ينفعش. بنستلف من الاربعة واحد بات عشر ثمانية يبقى فيها اتنين والاربعة تلاتة ثلاثة صفر. يبقى هنا هنقول قيمتها كام? قيمتها تبقى? متين جنيه. تعالوا نشوف كده. اهو. هحط هنا الاربعة تلافة تحطت فعلا تحت ثمن الشراء. التلات تلاف تجنومية تحطت تحت الثمن البيع. لازم نوجد هنا عدد تحت تستين هنا في الخسارة عشان هو بيقول لك احسب النسبة المقاوية للخسار. يبقى ازا هطرح الاربعة تلاف من التلات تلاف تمنمية يبقى هنا خسر كم جنيه? خسر متين جنيه. طب نسبتهم كام? اهو ده اللي احنا نبحث عنه. هو ده السؤال. نسبتهم كام? هو ده سؤالك. هو ده السؤال بتاع المسألة. نول تاني. اشترى تاجر شحنة فاكها بالجملة بمبلغ اربعة تلاف جنيه. بعد ان اشتراها وجد جزءا تاليفا منها لسوق التخزين. فباع الباقي بمبلغ تلات تلاف تمنمية تلات تلاف وتمنمية جنيه. احسب النسبة المقاوية للخسارة ودي مسألة جديدة علينا. فاحنا دلوقتي بنكتبها وبالترجمة واحدة واحدة. سمن الشراء الى الخسارة الى سمن البيع. ده السطر الاول. السطر التاني النسب. كل مية جنيه. انا مش عارف هخسر كام. التاجر ده يخسر كام. فحطت لسين. واللي هيطلع هيبقى نسبة مقاوية. تمام? حطت ارباح تلاف جنيه تحت كلمة سمن الشراء. ولما باع الفاكهة دي الفاسدة دي بقيت باعها بكام بتلات تلاف تمنمية جنيه. مقدار الخسارة. اللي اخسرها اديه في الفيوس. مقدار الخسارة عملتها لك على جنب ايه? بمتين جنيه. طرح اللي ارباح تلاف. نقصت تلات تلاف تمنمية. طلعت بمتين جنيه. ازا المقص لما ينزل. عشان اجيب الخسارة. اللي هي النسبة الماوية للخسارة. يبقى المقصة ينزل في الحتة دي. اهو. ادي المقصة. اه. يبقى انا هجيب النسبة الماوية الخسارة وهي سين. النسبة الماوية الخسارة وهي سين. هيحصل ايه يا ولاد? ايوا هيحصل اهو النسبة الماوية الخسارة. هقول مية في كام في متين. حلو اهو. واسمها على كام? على اربع تلاف. تمام. يبقى انا كده هروح اقول اخسم ده صفرين مع صفرين. وادي صفر مع صفر. واربعة على اربعة فيها الواحد. عشرين على اربعة فيها الخمسة. يبقى تصبح نسبة الخسارة. واحد في خمسة بكام? تطلع بخمسة في المية. اه. ده نسبة ماوية للخسارة. عشان كده نخسر متين جنيه. خسر في فلوسه كم جنيه التاجر? متين جنيه. اه. مسألة حلوة وجميلة. وفاكرتها جميلة جدا. بنقول ان احنا لما بيجلنا مسألة فيها خسارة. بيقول لي احسب النسبة الماوية للخسارة. يبقى عند النسب. احط المية كاملة. وعند النسبة بتاعتها. احط السيل. احط ثمن الشراء في مكانه. تحت كلمة ثمن الشراء. احط ثمن البيع تحت كلمتها ثمن البيع. وهطرح الكبير مقص الصغير. اطرح الاربع تلاف. من تلات تلاف تلتمية وتمانين. اه تلات تلاف وتمانية. هطرحها من بعد يطلع لي كم? يطلع لي متين جنيه. اللي خسرهم في الفلوس. هو عايز يعرف هو كم في المية? يعني خسر قديه في المية. روح تقول له هعمل المقص في الحتة دي? وهقول له مية في الميتين على الاربع تلاف. هتطلع لي النسبة كام يا ولاد? هتطلع لي خمسة في المية. برافو عليكم. عافية على ولادي. شاطرين. ندخل على المسألة اللي بعد كده. اوضع رجل مبلغ. اوضع رجل مبلغ عشرين الف جنيه. تعالوا. كلمة اوضع دي? على طول. شاطرين. انا سامعاكم انتم بتقولوا. انت خلاص حفظتين يا ميس اللي اربح حالات بتوع التطبيقات على حساب المية. اوضع دي الحالة الاولى بتاع البنك. رجل مبلغ كام عشرين الف جنيه. في مصرف بفائدة سنوية قدرها تسعة ونص في المية. اوجد جملة. انا عرفتكم معاني او مفاتيح الحلول للمساكل. ما حصل عليه في نهاية عام من الايداع. هنا كلمة اوضع موجودة. وكلمة الفايدة موجودة. وكلمة الجملة موجودة. حلوة اول. يا بدا النوع الاول. انا سامعاكي وانتي بتقولي وانتي بتقولي بايه? هنكتب المبلغ الى الفائدة. ما هو تلات كلمات انا حطتهم لكم. اوضع رجل مبلغ. بقى المبلغ هتيجي هنا. الفائدة تيجي في الوسط الى الفائدة. الى الايه? كلمة جملة المبلغ. شاطرين. هحط المبلغ كام? هو الراجل لما راحل البنك او المصرف ده. حط كام? حط عشرين الف جنيه. ممتازين. طيب. السطر التاني بنحط عليه المبلغ ولا نحط عليه النسب? ايوة صح صح وكده. احنا لسه في النهار. يبقى السطر الاول كان اللي هي الكلمات اللي هي المفاتيح بتاعت الحلول. السطر التاني بنبتدي نحط النسب بتاعتنا. ان كل مية مية جنيه هيجي لي عليها فايدة تسعة ونص. حلو. يبقى طالما ما جيلي يعني حاجة بتزيد. طالما ما بتزيد يبقى انا هجمع المية والتسعة ونص تطلع لك مية وتسعة ونص في المية. اللي هي دي. السطر التاني. ها كده تمام? يبقى ده السطر النسب. طب السطر التالت يا شطار. ايوة. المبلغ كان كام? كان عشرين الف. نحطهم تحت كلمة المبلغ هنا هو. اما السين هتروح فين? ايوة السين تحت جملة المبلغ. طيب. في اسئلة تانية ممكن تيجي يا ميس? ايوة. بدأ ما يقول لك جملة. يقول لك اوجد قيمة الفائدة. لو قال لي قيمة الفائدة يبقى السين هتتحطين. بس دي ما جاتش دلوقتي. هي جات في مساء بتاع الحلقة الاولى. تمام. اما النهاردة جايبها لك جملة. فكلمة جملة يبقى حط السين تحت كلمة الايه? ايه الجملة? اهو. تمام كده? شطرين. بعد ما حطيتها تعمل ايه? هنروح نحط ايه? هنروح هجيب جملة الايه? المبلغ اللي هو السين. هقول له السين تساوي ها? عشرين الف في مية وتسعة ونص على المية. اهي. موجودة اهي? اروح بقى على الحزبة واشتغل اضرب عشرين الف في مية تسعة ونص على المية. هيظهر للنتيجة جملة المبلغ بكام يا شطار? ويبقى واحد وعشرين الف وتسعمية. شوفوا النتيجة? شوفوا الفايدة اللي جات له قديه? هو حط كام? عشرين الف. وجات له الفايدة وحسبناه طلع دي كام? بواحد وعشرين الف وتسعمية جنيه. تاني. اوضع رجل مبلغ عشرين الف جنيه في مصر فايدة سنوية قدرها تسعة ونص في المية. اوجد جملة ما حصل علي في نهاية عام من الاداع. النوع من المسائل دي اللي هو النوع الاول زي ما علمتكم فعلا. واول الناس شطرين عندي ما شاء الله صف السادس شطرين كتبوا لي المبلغ الى الفايدة الى جملة المبلغ وانا شايفهم بيحلوا معايا ومشاركين ما شاء الله. السطر التاني النسب فهمتهم ان كل مية جنيه عليها فايدة كام? تسعة ونص في المية. يبقى الفايدة معناها بتزيد تسعة ونص جنيه على كل مية جنيه. يبقى بالتالت طلع كامل نتيجة مية وتسعة ونص. ده سطر النسب. سطر التالت احط بقى المبلغ. المبلغ اللي حطه الراجل في البنك اهو عشرين الف. طيب هو عايز جملك ما يحصل عليه في نهاية العام. حطتهم سنة خلاص. الراجل حطهم سنة في البنك. لما يروح يسحبهم اروح يشوفهم هيلقيهم كام? اكيد هيزيدوا. ما جات لهم فايدة. حلوة او. هروح اعمل المقص بتاعي جملة المبلغ. هضرب عشرين الف في كام? في مية تسعة ونص. واسم على المية. واسم على كام يا شاطرين? واسم على المية. طبعا على الالة الحزبة هطلع للنتيجة وما تنساش تكتب كلمة جنيه. هاللاحظ ان هو اه 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 حط الفلوس كانت عشرين الف. لما جهي يسحبها بعد السنة لقاها واحد وعشرين الف وتسعمية. يبقى احنا فعلا الكلمة هنا كلمة فايدة جابت نتيجة معاه وحصل على مبلغ كتير. مبلغ كبير. يلا بينا ننتقل الى المسألة اللي بعد كده. طبعا المسألة اللي جاية قدامنا دي خفضة من سمن كتاب عشرين في المية. خفضة يعني ايه? اه يعني نزل على تخفيض. كتاب نزل على تخفيض بكام بنسبة كام عشرين في المية. فاصبح سعره اتناشر جنيه. حلو. فكم سعره قبل التخفيضة? اه المسألة دي من اي نوع? ايوة انا ساعة معاكم وانتم بتقوله ورفع عليكم. بتقولي من النوع التاني اللي هو بتاع التخفيض وبتاع الخاص. صحي كده ما دي التخفيض او الخاص. ما فيش مشكلة الاتنين واحد. يبقى هنا خفضة. يبقى انا هقول سعر قبل سمن الكتاب قبل التخفيض. ويه? الى اللي هو التخفيض نفسه قيمة التخفيض. الى السعر بعد التخفيض. اهو. يبقى قبل التخفيض. قد السطر الاول زي ما تعلمنا. السطر التاني هيبتدي بقى يكتبين نسب. هو بيقول لك خفزة من ثمن كتاب عشرين في المية. يعني كل مية جنيه هخصم منها عشرين. واو هخفض منها عشرين. يبقى انا معناها عملية ايه هنا? عملية طرح. يبقى المية ناقص العشرين تديك كامية شطار تديكم تمانين. يبقى السطر الاول. كتبنا قبل التخفيض الى قيمة التخفيض الى بعد التخفيض. السطر التاني اللي انا فهمتها لكم وقلت لكم. كل مية كل مية هنخصم منها عشرين او هخفض منها عشرين كلمة تخفيض او خصم يبقى هطلع هتطلع تمانين جنيه او تمانين في المية. خلاص كده? تعالوا بقى نشوف. سعر الكتاب. فاصبح سعره اتناشر جنيه. فكم سعره قبل التخفيض? يبقى هنا سعره اتناشر. ده بعد الخصمة هو كتاب لك هنا خفضة. يبقى انا هحط الاتناشر فين? يا ميس هحطها قبل التخفيض? ولا هحطها بعد التخفيض? لا ده بيقول لك خفضة خلاص. يبقى ازا احطها بعد التخفيض هنا. هحطها تحت كلمة تمانين. تحت التمانين هحط اتناشر. طيب هنحط السين فين? هحطها يا منا من ناحية قبل التخفيض. يلا بينا كده? اهو. السينة. تمام كده? شطرين حبيبي. ممتازين. يبقى لازم نتاجه لنا سألها صحيحة. على فكرة القليل من المسائل اللي جات لنا السين في النحية دي. والقليل من المسائل اللي جات لنا فيه النسب. فبالتالي لاخد بالنا لان المسائل كلها دايما السين تيجي في الاخر. فاحنا دلوقتي احنا انا عودتك النهاردة في الحصة دي واتقنت معك المفهوم عشان تفهم السين هنحطها فين? والكلمات تكون سهلة اللي انت تستخدمها في حل المسائل. اه هروح اعمل ايه? الماصر. تعالوا نعمل الماصر. لما اعمل الماصر يبقى انا هقول سين قبل الايه? سين قبل التخفيض. طيب تعالوا نشوف كده. سين قبل التخفيض. هعمل الماصر يبقى كم في كم يا شطار? ايوة. المية هاضربها في كم? في اتناشر. اه. واسمها على كم يا شطار? واسمها على التمانين. ممتازين. يعني انا لو عملت كده يا مصر يبقى صح. تعالوا كده نشوف. يعني انا هكتب هنا كم مية في كم? في اتناشر على التمانين. اهي. طيب. هنطلع على الالة الحزبة. ونشتغل. هدي صفر مع الصفر. حل. وهنا على اللي اتباع فيها الكام? فيها الاتنين. وهنا على اللي اتباع فيها الكام? فيها التلاتة. اتنين على الاتنين فيها الكام? فيها الواحد. عشر على الاتنين فيها الكام? فيها الخمسة. يبقى يطلع سمن الكتاب كان كام? يبقى خمستاشر. اه? قبل التخفيض كان كام? تعالوا نشوفه. اهو. هيطلع خمستاشر. تمام? كان كام قبل التخفيض? كان سعره خمستاشر جنيه. تعالوا. ده انا حالتهلكم بس بايدي عشان تعرفوا ان السعر فعلا كان غالي. اهو. يبقى هنكتب مية في اتناشر على التمانين. مية في اتناشر على تمانين. تمام? وهنا هنطير الصف مع صف. هيطلع التمانين دي الصفة يتيه مع صفة ونقسم ونخلص. هتطلع بخمستاشر جنيه. هتطلع بكم? بخمستاشر جنيه. خفة ده سمن. من سمن كتاب عشرين في المية. فاصبح سعره كام في المية? كام جنيه? اتناشر جنيه. فكم سعره قبل التخفيض? ركز معي. انا جبتلك خفة ده. خفة دي بقى خلاص. يبقى انا معناها هنا ان دي قيمة التخفيض. قيمة التخفيض بكام? يعني انا حطيت لك المية وهطرح منها. قيمة التخفيض عشرين. خفضت منها عشرين. يبقى اذا المية ناقص عشرين تطلع بكام? تطلع بتمانين. تطلع بايه? بتمانين. حلو او. طيب. لو جيت انا رحت وقلتلك انا عايزة دلوقتي سعره هو قبل التخفيض اهو. رحت عملت لك المقص وطلعت لك خمستاشر جنيه. طب يا ميس انا سمع سؤال. سمع سؤال وشايفه كمان بيتكتب. في ناس بيقول لي طب لو جاب لي قيمة التخفيض يا ميس لو انا عايز لقيمة التخفيض ساعتها هعمل ايه? اروح اقوله طب يلا هو عايز قيمة التخفيض انت جبت له اللي قبل وجبت اللي بعد. يبقى انا هعمل هنا ايه تحت قيمة التخفيض? اكتب حرف تاني صادم. انا زودت مطلوب تاني. لو انا محتاجاه. ده هو طلبه مني. وهعمل المقص فين يا ميس? ايوا اعمل المقص بقى على حسب المكان الموجود فيه المبلغ. احنا دلوقتي بقى هروح اعمل بقى اللون تاني. واعمل لك مقص جديد اهو. اهو المقص الجديد هيروح فين بقى? هروح اقول لك انت دلوقتي جبت لي سعره بعد التخفيض. صحي كده? هروح اعمل المقص دلوقتي بين العشرين. العشرين في الاتناشر. ها? واجيب الصادة اسمها على كام? على التمانين. تعال كده نشوفها. ده لابزود معك اسئلة الصاد اللي هي قيمة التخفيض. اللي هي قيمة الايه شطار? قيمة ها? التخفيض. قيمة التخفيض. التخفيض? ده انا بزود معاك اسئلة. عشان لو جاني يبقى عرفنا هنجيب ازاي اللي في الوسط ده. تمام? قيمة التخفيض. يسير. اغير اللون. التخفيض. قيمة التخفيض اجيبها ازاي? ايوة. شطرين. انا عملت لكم حق في الصاد هنا اهو. هعمل المقص بين الحدين الكاملين اللي هم عبرهم لي في المسألة اصلا. حلو. اروح مشاركة تكسب? هيضغفوه اتناشر. اتناشر في عشرين. تمام? على كام? على تمانين. اهو. سهل اخر. الصف هيطير مع الصفر. تمام? واكتب هنا على الاربعة فيها الكام فيها اتنين. ها? وعلى الاربعة فيها الكام فيها تلاتة. اهي? اتنين على اتنين فيها الكام يا شطار فيها الواحد. ها? واتنين على اتنين فيها الكام يا شطار فيها الواحد. اصبحت قيمة التخفيض تلاتة في واحد بكام? بتلاتة جنيه. يبقى انا خفضت فعلا. ما هو? هو راح اشترى الكتاب بكام? اشترى باتناشر. صح? وكان سعره الاصلي كام? خمستاشر. يبقى قيمة التخفيض خمستاشر نقص اتناشر تطلح كام يا شطار? تطلح تلاتة جنيه. ده لو جاب لي وزود لي في كلمة خف ده من ثمن كتاب 20% فأصبح سعره 12 جنيه فكم سعره قبل التخفيض دي سهل يبقى انا عملت لك قبل التخفيض الى قيمة التخفيض الى بعد التخفيض مسعبي راح اتعلمتنا ده الكلمات الدلة على المسألة حلو قوي السطر الثاني كانت نسب كل مية هيخصم منها 20 فتصبح النتيجة 80 طرحنا حطينا السين فين السطر الثالث حطينا السين تحت قبل التخفيض اهي وبعدين راحنا تحت كلمة بعد التخفيض حطينا 12 لانه هو اشترى خلاص ب12 فهو عايز يعرف اللي كان كام قبل التخفيض فرحت عملت لك المقاصة الاحمر السعر قبل التخفيض كان مية في 12 على 80 فظهر لي كم جنيه كان قبل التخفيض ب15 يبقى ما فيش تخفيض يبقى سعر الكتاب ب15 حلو قوي طب جيتك قلتلك قيمة التخفيض مسلا انا زودتها واحنا حطينا حجف تحت قيمة التخفيض اللي هو الصاد فبالتالي جبنا المقاصة الناحية التانية بالاخضر يهو طلعت 3 جنيه ونكون هنا ان شاء الله يا ولادنا وصلت معكم لنهاية الحلقة من التطبيقات على حساب الميان على امل لقاء في حلقة قادمة ان شاء الله ودرس جديد باذن الله اللي هو حجم المكعب باذن الله واتمنى ان اشوفكم في صحة وسعادة ان شاء الله والمفاهيم تكون وصلت لكم في دروس التطبيقات على حساب الميان وانا لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته